بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة واتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الثاني تأهيلي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس مقاسات الملابس أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يتعرف الطالب على كيفية قياس الملابس ثانيا أن يتعرف الطالب والطالبة على المقاسات المناسبة لهما ثالثا أن يعدد الطالب والطالبة أنواع مقاسات الملابس رابعا أن يرتب الطالب والطالبة أنواع مقاسات الملابس من الأكبر إلى الأصار أحباء الطلاب والطالبات تعرفنا في الدروس السابقة على أنواع مقاسات الملابس إذن وسوف نتعرف اليوم في هذا النشاط الأول هيا نشاهد هنا هذا النشاط موجود في الكتاب إذن في النشاط الأول اختر المقاس الملائم للرجل إذن حباء الطلاب والطالبات هذا الرجل يرتدي ملابس ما هو المقاس المناسب إذن مقاس هذا الرجل هو ميديم هنا المقاس ميديم أي متوسط إذن ميديم أي متوسط إذن المقاس هنا متوسط أي ميديم أين المقاس المناسب لهذا الرجل؟ هيا يا أبطال هيا نفكر فكروا معي أين هو المقاس المناسب لهذا الرجل؟ أحسنتم المقاس المناسب لهذا الرجل هو ميديم أي متوسط ميديم أي متوسط ميديم باللغة الإنجليزية ويرمز له بحرف الام أي متوسط أحسنتم يا أحباء الطلاب والطالبات إذن أحباء الطلاب والطالبات ها هي أنواع مقاسات هذه الملابس إذن هذه مقاسات الملابس من الصغير إلى الكبير إذن هذا المقاس هو مقاس صغير إذن هذا المقاس هو المقاس الصغير أو الصغير جدا وهنا مقاس صغير وهنا مقاس متوسط وهنا المقاس الكبير وهنا مقاس كبير جدا إذن هذه أنواع المقاسات يا أحباي الطلاب والطالبات إذن سوف نتعرف أيضا هنا في هذه الشريحة على صغير جدا صغير جدا وتعني x small باللغة الإنجليزية ويرمز لها بx بx small وهنا لدينا المقاس صغير ويرمز له بx small ويرمز له بالرمز s إذن صغير small s وهنا لدينا متوسط المقاس هنا متوسط وباللغة الإنجليزية medium ويرمز له بحرف الم وهنا لدينا المقاس كبير وينطق باللغة الإنجليزية large ويرمز له بحرف ال L وهنا كبير جدا ويرمز له بx بx large ويرمز له بx XL أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هذه المقاسات مقاسات الملابس إذن أحبائي الطلاب والطالبات في هذا النشاط الإثرائي صل الرمز بما يناسبه من مقاسات إذن لدينا هنا يا أحبائي الطلاب والطالبات في العمود الأول هو رموز المقاسات وأيضا هنا في العمود الثاني المقاسات مكتوبة كتابة باللغة العربية إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال لدينا هنا حرف ال L وتعني large إذن ال L وتعني large أحسنتم أي كبير وهنا X small أحسنتم يا أبطال وتعني صغير جدا وهنا حرف ال M medium وتعني أحسنتم يا أبطال وتعني متوسط وهنا X X large أي كبير جدا أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا small وتعني أحسنتم وتعني صغير أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا سوف نشاهد هنا أنواع مقاسات هذه الملابس إذن لدينا هنا مجموعة من الملابس إذن بأحجام مختلفة إذن تعرفنا سابقا يا أحبائي الطلاب والطالبات على أنواع مقاسات هذه الملابس إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال هذا المقاس هو X X small ويعني إذن هذا المقاس ويعني صغير جدا وهذا المقاس هو small ويرمز له بحرف S ويعني صغير أحسنتم يا أبطال ويعني متوسط إذن هذا المقاس يعني متوسط وهذا المقاس يرمز له بحرف إذن هذا المقاس يرمز له بحرف L ويعني لارد أي كبير وهذا المقاس X large ويرمز له بX L ويعني كبير جدا إذن هذه المقاسات يا أبطال صغير جدا صغير متوسط كبير كبير جدا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات نشاهد هنا في هذا النشاط في النشاط الثاني صل القميص المطابق لمقاس قميص الرجل في الصورة أمامك أحباي الطلاب والطالبات شاهدنا في الوسيلة التعليمية أنواع المقاسات إذن نشاهد هنا يا أبطال هذا المقاس هو X XS أي XS ويعني X small ويعني صغير صغير جدا إذن ونشاهد هنا يا أبطال أنواع المقاسات أين المقاس المناسب لهذا المقاس هيا نفكر أحسنتم يا أبطال ها هو المقاس المناسب هو X X small ويعني صغير جدا إذن X small ويعني صغير جدا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر